شو من الحلقة شكل اللي عندنا خلينا اول نقول السؤال بتاع حلقتنا نهاردة واللي جايزته عمره السؤال بيقول كم عدد الصور القرآنية التي بدأت بالحمد لله كم عدد الصور القرآنية التي بدأت بالحمد لله تلت صور؟ أربع صور؟ ولا خمس صور؟ كم عدد الصور القرآنية التي بدأت بالحمد لله ثلاث صور أربع صور خمس صور حز سعيد لكل اللي بيشوفنا إن شاء الله ومحمولنا سبعتاشة خمسة وعشرين والأسم أسم برضو سبعتاشة خمسة وعشرين الأرض بس هو المختلف زيله تسعمائة تسعة سبعة اتنين خمسة ده فيما يختص بالسؤال تعالوا بقى نشوف الغريمين والغريمات بتوعنا النهاردة رحمة زغلول أول تلاتة بيتم فك كربوم الحمد لله من قبل السي بي سي رحمة زغلول من بور سعيد عليها أحكام نهائية الغريمة تركم عليها الإيجار عشان هي ما بتشتغلش وعندها تلات عيال وما حدش بصرف عليها الإيجار كان 11776 جنيه وبعد التفاوض زي مهم 11776 ودي رحمة تم فك كربها إن شاء الله من قبل السي بي سي زينة بعاطف زينة بعاطف الغريمة التالية من الدقاهلية استلفت فلوس عشان تكلفتها لاج والدتها بضمان جزهة وتعصرت هي وجزها في السداد وقلت الدخل طبعا ما عرفتش تسدد كان عليها كام كان عليها 55 ألف جنيه بعد التفاوض بقى 22 ألف جنيه واسم الغريمة زينة بعاطف تم سداد دينها من قبل السي بي سي هند فتحي هند فتحي الغريمة التالتة اللي موجودة موجودة معنا النهاردة هي من المينيا ضمنا الجزهة في قرد طلقها ورفض إن هو يسدد وطلب منها إنها تتنازل عن حقها في النفقة يعني اتبه دلت لطشت معها يعني الست بصوا أنا عارفة إن إحنا في الممدان أنا عارفة إن في ناس كتير هتزعل مني في الكلمة دي بس نظرا لإن أنا مقدرش أقول شغل كده أرجوكو الستات اللي ملهمش دخل واللي ما عندهمش الإمكانيات بلاش من فضلكم بلاش تضمنوا حد بلاش تضمنوا حد لا جوزك ولا أخوكي ولا أي مخلوق أنت ما عندكيش دخل يقدر إن هو يعود أو يتفعلك الحاجة اللي دي لو حصل فيها زي ما حصل في هند أرجوكو فكروا كويس قبل ما تاخدوا قرارات زي كده منك ودينا كلنا في دهية وهند تم فك كربك المبلغ كان 10305 بعد التفاوض بقى 5000 و500 وهند الحمد لله تم فك كربه أحمد كمي التلاتة اللي تم فك كربه من قبل السي بي سي هم كالقات رحمة زغلول من بورسعيد زينب عاطف من أهلية وهند فتحي من المينيا وطبعا دول الحمد لله تم فك كربهم هيجي فاضلي الرابع اللي أنا بسيبه لحضراتكم واللي بطلب من حضراتكم لأي حد فعل خير حاب إن هو يعمل شيء حسن وصدقة جارية إن شاء الله تبقى موجودة تولى عبره فيها أحمد كمان هو الغارم اللي موجود معنا وأحمد استلف عشان يعمل فرن وتكسرت عليه ديون ومعرفش يعمل الفرن ومعرفش بس في الآخر ادين ادين بكام ادين بعشر تلاف جنيه بعد التفاوض بقى تسعة تلاف جنيه الغارم اللي موجود معنا واللي بطلب من أصحاب القلوب الرحيمة وكل إنها واحد عايز يعمل حاجة حلوة أو فعل خير في ناس كتير جدا بيكلمني حقيقي فأرقام تريد ممكن بدا ما تكلموني أنا ارسلوا سالة على سبعتاشر أربعتاشر لو عايزين تفوكوا كارب أحمد كمان من مينيا بتسعة تلاف جنيه